السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير موصوف بكل جلال وجمال وكمال منزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المرجوة الكريمة المباركة على طاعته أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله كلمة برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي وحلال عليكم أيها الأطهار قطف الأزهار وجني الثمار ونحن الليلة على موعد مع كلمة مهمة بل وخطيرة بل وجليلة أيضا إننا الليلة على موعد مع النفس ما هي النفس لغة واصطلاحا وما هي حقيقتها وما هي أصنافها وأقسامها وأنواعها وما هي صفاتها وكيف أحاسبها وكيف أجاهدها وكيف ألجمها بلجام التقوى وكيف ألهب ظهرها بصوت الخوف والمراقبة من الله جل وعلا وكيف تقودني نفسي إلى طاعة الله وكيف أحول بينها وبين معصية الله قضية خطيرة بل عليها مدار السعادة ومدار النجاة في الدنيا والآخرة فالناس صنفان صنف قهرته نفسه وغلبته نفسه وجعلته نفسه مطية للشهوات وجعلته نفسه مستنقعا للشهوات والشبهات وصنف قهر نفسه وقادها إلى كل خير وإلى كل طاعة وإلى كل فضل في الدنيا والآخرة والإنسان مهيأ لهذين الطريقين بلا نزاع قال خالق النفس سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالنفس ملهمة للفجور والتقوى لا ينبغي أن يحتج أحد بأن نفسه نفس فاجرة نفس أمارة بالسوء ولا يستطيع أن يهذبها أو أن يزكيها لأنها مفطورة على السوء والمعاصي لا النفس مهيأة للأمرين معا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تعال بنا قبل أن نستطرض أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الأخت الفاضلة الكريمة لنؤصل لهذه المفردة ولهذه الكلمة تأصيلا لغويا واصطلاحيا قبل أن ندخل معا هذا البستانة الحافل وقبل أن نغوص معا في هذا البحر المليء وقبل أن نقف معا في هذا المحراب المهيب الجليل المليء بالدروس والعظات والعبر النفس لغة قال ابن منظور في لسان العرب النفس في كلام العرب على ضربين أي على نوعين والله يتخلي بالك من الكلام ده هذا تأصي اللغوي في غاية الأهمية سننطلق منه إن شاء الله تعالى على ما طرحناه من أسئلة في أول اللقاء قال ابن منظور في لسان العرب النفس في كلام العرب على ضربين أي على نوعين أحدهما قولك خرجت نفس فلان أي خرجت روحه آه يبقى أول معنى من معاني النفس في كلام العرب الروح خلي بالك يقول لك خرجت نفس فلان أي خرجت روحه طيب ومنه قول العرب أيضا في نفس فلان أن يعمل كذا وكذا يقول لك أنا في نفس أعمل كذا وفي نفس أبقى كذا في نفس فلان أن يعمل كذا وكذا أي في روعه أي في روعه والمعنى الآخر قولك قتل فلان نفسه وأهلك فلان نفسه فالنفس هنا معناها جملة الشيء وحقيقته فقتل فلان نفسه وأهلك فلان نفسه أي أوقع بنفسه أي بذاته كلها الهلاك يبقى النفس هنا بمعنى الذات الكلية فهي جملة الشيء وحقيقة الشيء والجمع أنفس هذا جمع قلة أو نفوس هذا جمع كثرة ومنه قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها فالنفس تزول بزوال الحياة النفس تزول بزوال الحياة خلي بالك من المعنى الآخر ده أو بزوال العقل النفس تزول بزوال الحياة أو بزوال العقل فالنفس هي التي تأمر الإنسان بفعل الخير وهي التي تحض الإنسان على فعل الشر إذن النفس تزول بزوال الحياة أو بزوال العقل فالنفس تميز بها يتم التمييز لأنها تأمر صاحبها بفعل خير أو تحض صاحبها على فعل شر هذه حقيقة النفس في لغة العرب ومنه قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين ومنه قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها المعنى الاصطلاحي للنفس كما قال مثلا صاحب التعريفات الإمام الجرجاني رحمه الله عرف النفس تعريفا اصطلاحيا في كلمات قليلة فقال النفس هي الجوهر اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية هذا التعريف الجرجاني في كتاب التعريفات للنفس اصطلاحا قال النفس النفس هي الجوهر اللطيف وأضف لفظة البخاري هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة النفس والحس والحركة الإرادية لكن تعال معي أخي الحبيب لنقف على حقيقة النفس من كلام ربنا سبحانه وتعالى فما أروع وأعظم وأدق أن تقف على مثل هذه المفردات والمعاني من القرآن الكريم ومن كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن كلام سادتنا وأئمتنا وعلمائنا النفس في القرآن لها ثلاث صفات من خلال هذه الصفات تستطيع أن تتعرف على حقيقة النفس لأنه لن بغي أن تنتظر مني أيها الأب الفاضل وأيها الأخ الحبيب ويتها الأم الكريمة ويتها الأخت الغالية لا تنتظر مني أن أصف لك النفس وصفا ماديا فلقد جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال له يا أبا حنيفة صف لي النفس أو أو الروح أهي صلبة كالحديد أم كالخشب أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان والهواء فقال له أبو حنيفة وكان حينئذ غلاما صغيرا في مجلس أستاذه فقال له هل جلست يوما إلى جوار رجل يحتضر قال نعم أبو حنيفة أسأله قال نعم قال ما الذي حدث قال خرجت روحه فمات فقال وكنت جالسا إلى جواره وهو يموت قال نعم قال لكني ما جلست إلى جواره وهو يحتضر فأنت أدر مني فصف لي الروح حين خرجت أكانت صلبة كالحديد أم غازية كالهواء والدخان أم سائلة كالماء فعجز فحقيقة النفس وحقيقة الروح هذا تعريف الإمام الجرجاني تعريف لكن قف على حقيقة النفس من خلال التعرف على صفتها في كتاب خالق النفس تدبر معي لقد وصف الله جل جلاله النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات ولذلك لا داعي أبدا لهذه التقسيمات الكبيرة والكثيرة والعديدة لبعض سادتنا وإمتنا وعلمائنا لأنواع النفس فلقد عد بعضهم أنواع كثيرة للنفس هي نفس واحدة لكنها موصوفة في القرآن بثلاث صفات فقط من أضاف بعد ذلك صفات أخرى فإنما هي صفات تابعة لهذه الصفات الثلاث التي وصف بها خالق النفس النفس في القرآن الكريم خلي بالك معايا انتبه معي وموضوعك وموضوعي وموضوع كل إنسان يبحث عن النجاة يبحث عن النجاة لأن الشياطين أو لأن مرضة الشياطين في رمضان مقيدة ومع ذلك ترى في رمضان الذنوب والمعاصي بصورة لا مثيل لها طوال العام أنت مش موافقني ولا إيه حضرتك مش موافقني على هذا مرضة الشياطين بنص كلام الصادق مقيدة مسلسلة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فيه أي في رمضان تغلو مرضة الشياطين أي تقيد وتسلسل طيب المعاصي دي المعاصي في رمضان الذنوب الكبائر الصغائر انفلات الناس عن أخلاقها انفلات الناس من أعصابها هذا يصرخ وهذا يسب وهذا يشتم وهذا يكذب وهذا يشهد شهادة تزور وهذا يقول قولا باطلا وكل هذا باسم رمضان يقول لك ما تديقنيش أنا صايم ما تخرقنيش عن أخلاقي أنا صايم الله أكبر هكأن الصيامة ما شرع إلا ليخرج الناس عن أخلاقها وكأن الصيام ما شرع إلا ليتفلت الناس من الأدب والعفة والخلق والفضل والوفاء والصدق والقيم يا للمصيبة إن الله وإن إليه راجعون انقلبت الأمور تماما رمضان شهر التربية والتزكية والتصفية والتهذيب والتأذيب أصبح شهر التفلت من الأخلاق ليه مع أن مرضة الشياطين مغلة آه خلي بالك المصائب دي كلها سببها إيه النفس النفس النفوس لم تزك النفوس لم تزكاها يا سلام على دعاء النبي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها شايف الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها النفوس تريد أن تتعلم التقوى النفوس في حاجة إلى تقوى النفوس في حاجة إلى تزكية إلى تزكية بدون تقوى وبدون تزكية لا تستطيع أبدا أن تكف لسانا عن غيبة أو عن نميمة أو عن شهادة زور أو عن قول بالباطل لا تستطيع أن تكف العينا عن نظر إلى الحرام لا تستطيع أن تكف هذا عن معصية أو أن تكف قدما عن السعي إلى معصية أو إلى ظلم خلق الله وعباد الله أبدا لا تستطيع إذا لم تتعلم النفوس التقوى وتتذوق النفوس حلاوة التقوى وإذا لم تتعلم النفوس التزكية وتصبح فعلا نفوسا مزكاه أو زكيت بالطاعة وطهرت بالبعد عن المعاصي لا تستطيع أبدا أن تحقق طاعة لله أو أن تبتعد عن معصية تسخط الله وتغضب الله جل علاه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين أول نفس خلي بالك النفس المطمئنة الله يا رب اجعلني وإياكم جميعا اللهم اجعلني وإياكم جميعا من أصحاب النفوس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وأود أن أقول بأن أول نفس مطمئنة وكأن هذه الآية الجليلة ما نزلت إلا لها أقول بملء فمي وبكل ثقة ورب الكعبة إنها نفس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولا يا أيتها النفس المطمئنة هي نفس محمد صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ثم بعد ذلك هناك في الأمة نفوس مطمئنة كثيرة نعم نفس مطمئنة ايه النفس المطمئنة دي عم الشيخ يعني ايه يعني نفس مطمئنة اسمعوا خلي بالك النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى وعد الله وخافت وعيد الله هي التي اطمأنت إلى ذكر الله وسعدت بالأنس به لا تشعر بالطمأنينة ألا بذكر الله طاطمئن القلوب لا تشعر بالطمأنينة إلا بذكره إلا معه سبحانه وتعالى إلا في طاعته إلا في البعد عن معصيته هذه النفوس المطمئنة وما أكثرها في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نفس أو نفوس عرفت ربها جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله فخرجت اسمع اسمع خلي بالك فخرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس الله 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 اللهم اجعلنا منهم يا رب نفوس مطمئنة خلاص فيه نفس لا يشعر صاحبها بالطمأنينة ولا بالأنس ولا باللذة ولا بالراحة ولا بالسعادة ولا بالرضا إلا وهو مع ربه سبحانه وتعالى والله الذي لا إله غيره إن أنسه في خلوته بربه جل وعلا يفوق أنسه بزوجته ولو كانت ملكة حسن وجمال في ساعة طيبة من ساعات الحلال والأنس أنسه بربه في خلوته يفوق أنسه بأسعد لحظة يقضيها مع زوجته التي يحبها من كل قلبه في الحلال الطيب لا 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 شتان شتان ورب الكعبة بين هذه وتلك فأين نور السهى من شمس الضحى وأين الثرى من الثرية وأين الأرض من كواكب الجوزاء وليس من ذاقك من عرف وليس من ذاقك من عرف فهذه لا يمكن أن يعبر عنها بكلمات هذه الحالات أو الأحوال أو المشاعر أو هذا الترقي لا يمكن أبدا أن يجسد بكلمات مدية لا يمكن على الإطلاق أن يعبر عنه عالم ولو كان من أهل البلاغة والفصاحة والبيان وإنما هذا حال لابد أن يتذوق طعمه المسلم والمسلمة ليعرف حقيقته الطمأنينة يا أيات والنفس المطمئنة هي النفس التي خرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم إلى فضاء العلم بأسمائه إلى فضاء العلم بصفاته إلى فضاء العلم بشرعه ودينه إلى فضاء العلم بمراضيه إلى فضاء العلم بما يغضبه إلى فضاء العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه بشرعه بدينه إلى أخلاق العلم بما يسعدك في الدنيا والآخرة خرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى وما أشنع الهوى فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول يعمل أبصار عن رؤية الحق ولو كان الدليل واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها والهوى ملك عسوف ظلوم غشوم جهول نعم يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وقال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صار الهوى إلها يُعبد من دون الله جل وعلا ولن يصح إيمانك إلا إذا كان هواك تابعا لما جاء به حبيبك ومولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وإن كان الإمام النووي قد حسن إسناده إلا أن جماهير أهل الحديث قد ضعفوا إسناد هذا الحديث المهم أيها الحبيب لا أريد أن أطيل لأن المضوع لازال طويلا جدا النفس المطمئنة هي النفس التي خرجت من سجن الهوى إلى ساحة الهدى إلى ساحة الهدى في نفس تمتثل أمر الله وتجتنب نهي الله وتقف عند حدود الله وتسير على درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في غاية الحب لله ورسوله والرضو عن الله ورسوله اللهم اجعلني وإياكم من أهلها يا أرحم الراحمين وخرجت كذلك من نجاسة النفس من نجاسة النفس الأمارة بالسوء التي سأتحدث عنها الآن إلى طهرة القدس إلى طهرة العمل الصالح إلى طهرة الذكر إلى طهرة القرب إلى طهرة الأنس خرجت من كل ما يسخط الله ومن كل ما يكرهه الله ومن كل ما يغضب الله إلى كل ما يحبه الله وما يرضى عنه ربك جل وعلا سبحانه 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 النفس الثانية هي النفس اللوامة وهي نفس كريمة أبية لأن الله جل وعلا أقسم بها ولا يقسم الله بشيء إلا إذا كان هذا الشيء المقسم به عظيما لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الله نفس اللوامة نفس المؤمن نعم هل نفسك نفس اللوامة إن كانت كذلك فأبشر بالخير ايه النفس اللوامة دي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير والشر على الخير والشر طيب على الشر مقبول ومعقول انما تلومه على الخير ليه تلومه على الخير لما لم يكثر منه الله الله لما لم يكثر منه ليه اللي لدي ثلاث ركعات ليه ما كانوش حداشر ركعة ليه اللي لدي طلعت الف جنيه ليه ما طلعتش عشرة ليه ما طلعتش مئة ألف ليه ما خرجتش مليون كلهم بحسبه طب النظرة دي ليه النظرة دي النظرة دي نظرة محرمة طب الكلمة دي قلتها ليه وماذا كانت نيتك وما كان قصدك طب انت ذهبت الى هذا المكان الفلاني ليه وخرجت من المكان الفلاني خرجت ليه وكنت تقصد ايه انت قلت ليه وسكت ليه موضوع كبير فنفس لوامة نفس أبية نفس زكية نفس تقية نفس مؤمنة تلوم صاحبها المؤمن على فعل الخير لما لم يكثر منه وعلى فعل الشر لما فعله لما وقع فيه ليه ليه ذكرت بالله فلم تتذكر ليه وقعت في المعصية الفلانية مع انك تعلم شرها وخطرها هي ديما في صراع معاك اذا كنت كذلك فأبشر بالخير فنفسك اللوامة نفس مؤمنة قال ميمون بن مهران والله لا ترى المؤمنة الا يلوم نفسه يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح وقال الحسن البصري والله لا ترى المؤمنة الا وهو يلوم نفسه على كل احواله اما الفاجر فيمضي قدما لا يعاتب نفسه الفاجر لا يعاتب نفسه ولا يحاسب نفسه يقول اي شيء ويفعل اي شيء لا يستحي من الله ولا من الخلق هو فاجر فجر خرج عن الحق ولي حول ولا قوة الا بالله وهذا منافق خبيث اذا خاصم فجر فجر يفجر يخرج عن الحق وعن القيم وعن الاصول فالفاجر ينضي قدما لا يعاتب نفسه يقول اي شيء ويفعل اي شيء وهذا لا يرعوي الا اذا قصف الله ظهره وانا اذا اخذه الله تبارك وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد وقال صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي ليملي للظالم حتى اذا اخذوا لن يفلت والله الذي لا اله غيره لن يتركه الله جل وعلا ابدا لا في الدنيا ولا في الاخرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يعجلهم الله في الدنيا قبل الاخرة البغي يعني الظلم والعقوق وهذا من الظلم هذا من الظلم للنفس وللغير بل وقد يقع في ظلم لنفسه او لغيره او قد يقع في ظلم لدينه الذي ينتسب اليه يبقى النفس اللوامة نفس ابيه نفس زكية تلوم صاحبها على الخير لماذا لم يكثر منه وعلى الشر لماذا فعل الشر واقع فيه طب النفس التالتة او الصفة التالتة للنفس لانني كما ذكرت هي نفس واحدة لها صفات ثلاث كما قال ربنا تبارك وتعالى النفس الثالثة او الصفة الثالثة هي الامارة بالسوء ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم النفس الامارة نفس جاهلة نفس ظالمة تأمر صاحبها بالمعاصي وتحضه على الشهوات وتزين له اللهو والفسق والفجور بل وربما الكبائر خل بالك خل بالك من النفس الامارة النفس كما ذكرت مهيئة لتكون لوامة ومطمئنة ولتكون امارة ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها وهذا قسم ان الله عز وجل يقسم من اول السورة والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها يقسم الله عز وجل كل هذا القسم على هذه الحقيقة قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كل هذا القسم على هذه الحقيقة قد افلح من زكا نفسه بماذا؟ بالطاعة بالتوحيد بالاتباع بامتثال الامر باجتناب النهي بالوقوف عند الحد بالبعد عن المعاصي بالبعد عن الشهوات وبيئة الشهوات بالبعد عن الشبهات وشباك الشبهات وأنا ميسر لذلك وأنت ميسر لذلك لا تحتج بأنك لست مهياء لذلك لأنه في نفس البيئة التي تعيشها وفي نفس الزمن الذي تحيا فيه هناك إلى جوارك من أقرانك من إخوانك من شباب الأمة من يعمل لدين الله جل وعلا وأنت غارق في الشهوات وأنت ساقط في شباك الشبهات لا تحتج فغيرك في طاعة وغيرك في دعوة لدين الله تبارك وتعالى فالنفس مهيأة للأمرين معه إما أن تزكيها بالطاعة وإما أن تدس بالمعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالنفس الأمارة بالسوء نفس جاهلة نفس ظالمة لو أطاعها صاحبها أهلكته في الدنيا والآخرة وقادته إلى كل ردة إلى كل ردة فالناس كما ذكرت صنفان صنف قهر نفسه بالطاعة وألجمها بالجام الخوفي والمراقبة وحاسبها محاسبة الشريك الشحيح على كل قولة وعلى كل فعلة وعلى كل خطوة وعلى كل عمل وصنف استسلم لها فقادته نفسه وجعلته النفس مطية للشهوات ومطية للشبهات فإذا أمرته بشهوة جرى وإذا عرضت عليه شبهة تشربت نفسه الشبهة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يرعوي ولا يقف معها ليحاسبها ماذا تقبل وماذا ترفض ماذا تقول ومتى تسكت متى تخرج ومتى تدخل متى تحب ومتى تبغض متى توالي ومتى تعادي متى فهذا هو الصنف السعيد الناجي أما المستسلم لهذه النفس الأمارة ستقوده إلى خسران الدنيا وخذلان الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا يا سلام لو تحاسب نفسك زي ما بتحاسب شريكك في التجارة والله العظيم تنجو في الدنيا والآخرة لو حاسبنا أنفسنا كما نحاسب شركاءنا في التجارة لنجونا في الدنيا والآخرة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية فإنما يخف الحساب يوم القيامة عن من حاسب نفسه في الدنيا طيب أنا مستعد للمحاسبة هي المحاسبة كلمة للمحاسبة منهج المحاسبة منهج كامل ليست مجرد كلمة نرددها عالم أو طالب علم بل المحاسبة منهج كامل خلي بالحضرتك معي باء عشان تعرف إزاي الللادي تحاسب نفسك الآن بعد ما تنتهي الحلقة أرجو أرجو إن كان هناك وقت قبل صلاة التهجد وقبل أن تخرج إلى بيت من بيوت الله جل وعلا أن تجلس وحدك في حجرتك لدقائق معدودات نصف ساعة فقط وأجر هذه المحاسبة كلم نفسك وحاسبها وحاسبها المحاسبة مأخوذة من قولهم حاسب يحاسب حسابا ومحاسبة وهي مشتقة من مادة حسب ومعناها العد العد احسب عد قال الله عز وجل ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يا الله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بنفسك حسيبا ومحاسبا لنفسك حاسب نفسك وقال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كم من أناس الآن قد أنساهم الله أنفسهم نسي نفسه نسي والله نفسه فولا يتق الله في قول ولا يراقب الله في فعل ولا تحرك قلبه آية ولا تهز نفسه موعظة ولو كانت بليغة من أبلغ علماء أهل الأرض ليه خلاص أنساه الله نفسه كعقوبة عادلة من الله جل وعلا لتركه لأمر الله ولإعراضه وتكبره على منهج الله وعلى رسل الله وعلى المبلغين عن الله تبارك وتعالى من العلماء والدعاة إلى الله خلاص أنساه الله نفسه كعقوبة عادلة تقول له قال الله ما فيش فيدة قال الرسول ما فيش فيدة خلاص إذا كان القلب والنفس لا تتأثر بقول الله ورسوله أتتوقع أن تتأثر بقول عالم أو بقول داعي لا والله لا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله ولا خشع قلب لا يخشع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى المحاسبة منهج يا إخواني طيب شرطه إيه مواصفاته إيه خل بالك معاه من هذا الكلام الغالي لشيخ ابن القيم لله دره قال ولا تتم المحاسبة للنفس إلا بعدة مقايسات المقايسة الأولى وخل بالك المقايسة الأولى مقايسة بين نعم الله التي تتوالى علينا تترى وبين تقصيرنا وجنايتنا في حق مولانا وربنا لأول خطوة على طريق المحاسبة يلا اجلس الآن احبس نفسك كده في حجرة واجلس مع نفسك جلسة صدق وحاسب نفسك على ماذا على نعم الله تبارك وتعالى عليك التي أغرقتك من رأسك إلى قدمك وعلى فضل الله تبارك وتعالى عليك وانظر في المقابل إلى تقصيرك أنت وجنايتك وذنوبك ومعاصيك في حق ربك سبحانه وتعالى ها أول خطوة يلا أنت أدرى بذنوبك وأنا أدرى بذنوبي وأنت أدرى بنعم الله عليك يا ينفع ينفع تعتقد أن النعم هي الفلوس بس هي الأموال فقط أنت لسه ورى كده أنت لسه متأخر عند هذا القدر وعند هذا الحد أنت غافل عن نعمة الإسلام وعن نعمة التوحيد وعن نعمة السماع الآن لكلام الله وكلام رسوله دا أنت الآن في نعمة من أجل النعم أنت الآن إن كنت تتابعني وتسمع مني عن الله وعن رسول الله فغيرك الآن في نفس التوقيت يسمع الكلام الفاضي الكلام الفارغ بل غيرك الآن في معصية في معصية فاحمد الله الذي وفقك وهداك وتفضل عليك بهذه النعم ورزقك هذا الفضل والسداد والتوفيق وعصمك من الوقوع في معصية يرتكبها غيرك الآن ولذلك أنا بقول له نظر أي مسلم طائع منه هذه النظرة إلى أصحاب المعاصي لن يتكبر ولن ينظر إلى أهل المعاصي نظرة ازدراء ولا نظرة احتقار وإنما سينظر إلى أهل المعاصي نظرة إياق والله العظيم سيشفق على أهل المعاصي والله العظيم سيشفق على أهل البعد عن الله جل وعلا لن ينظر إليه نظرة انتقام ولا نظرة تشفي ولا نظرة حقد ليه؟ لأنه ضعيف أنا ضعيف أنا في أي لحظة من اللحظات قد أزل في المعصية نعم لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا معصوما من الزلل والخطأ فلو نظر الإنسان إلى أهل المعاصي بهذا الفهم بفضل الله عليه أن عصمه من الوقوع في المعصية وبتوفيق الله له أن أطاعه في وقت عصى فيه غيره لتغيرت نظرتنا إلى كل الأمور بل إلى كل شيء وما وجدنا هذا الكبر من بعض أهل الطاعة أو من بعض أهل العلم على من لم يتعلموا أو على من وقعوا في بعض الذنوب والمعاصي هل أنت تحب المعاصي حاشا لله لا نحب المعاصي ولا نحب الذنوب وإنما كما قال الشافعي الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله أحب الصالحين ولست منهم لا إله إلا الله أحب الصالحين ولست منهم هذا إمام من الأئمة فأنا لا أحب المعصية وأشفق على نفسي وعلى مثلي ممن وقعوا في المعصية وأشفق على نفسي وعلى مثلي ممن وقعوا في المعصية فبيوتنا جميعا بيوت المذنبين من أمثالي وبيوت المقصرين من أمثال بيوت من الزجاج الرقراق الرقيق فلن بغي أن تنظر إلى غيرك نظرة ازدراء أو نظرة احتقار أو نظرة علو أو نظرة كبر لا ورب الكعبة فلولا فضل الله علينا لفتضحنا ولولا فضل الله علينا لخذلنا ولولا توفيق الله لنا ما أطعنا ولوقعنا في المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بها فانظر إلى نعم اللي عليك يا كثير جدا أعظم نعمة الإسلام نعمة التوحيد تب أنت مصر على قل لك بعض النعم اللي حضرتك ما شكرتش ربنا عليها في نعم كتير إحنا ما شكرناش ربنا جل وعلا عليها والله ما شكرناه عليها وهي كثيرة كثيرة عاوز مثال مثال واحد هل شكرت الله على نعمة العقل شكرت الله على نعمة العقل لقد دخلت يوما لأقرب بعض إخواننا وأخواتنا في مستشفى من مستشفيات الأمراض النفسية أو الأقلية والله يا إخوة وقدر الله أن ندخل عن برى الأمر وكان للنساء جاءت فتاة من أجل ما خلق ربك سبحانه وآله في 22 أو 23 من عمرها عرفت بعد ذلك أنها من أسرة مرموقة جدا وكانت طالبة في كليات الطب خرجت من كليات الطب على مستشفى الأمراض العقلية حين دخلنا جاءت الفيوية لا تعرفنا وظلت تضحك بصوت مرتفع ثم بعد ذلك خطف هذا الغطاء على رأسي هذه الغطرة أخذتها ثم وضعتها على رأسها ثم وضعتها مرة أخرى على رأسي ثم وقفت وبدأت تخلع ملابسها كما ولدتها أمها ثم أخذت تصرخ وتبكي خرجت أمها مسرعا وأنا أبكي وأقول للإخوة معي يا إخواني أشهد الله ثم أشهدكم أنني من شكرت الله قبل هذه اللحظة على نعمة العقل حضرت اكتبالك من نعمة العقل هل شكرت الله مرة مرة وحدة على نعمة العقل أن تقل أن يرزقك الله عقلا تعقل به وتعي به لا تهرف بما لا تعرف نعمة عظيمة تبكرت الله مرة واحدة على خروجك من دورة المياه أو الحمام على قدميك بعدما قضيت تاجتك واسترحت وطهرت نفسا يديك هل شكرت الله على هذه النعمة شكرت الله على هذه النعمة كم مرة كم مرة كان الصديق إذا دخل الخلاء وخرج وضع يده على بطنه وقال كان لها من نعمة منسية غفل عن شكا كثير من الناس ابن السماك الزيد العابد العالم خرج مع ملك من الملوك في رحلة صيد فانقطع الماء أو نفد الماء من الملك فألح الملك بعد عودته الماء البارد ألح هيا اتني بماء البارد فلما قدم له الماء البارد قال له بمسماك يا سيدي أستحلفك بالله لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه قال بنصف ملكي قال أسألك بالله يا سيدي ولو منع فيك هذا الكوب لو حبس الماء فيك فبكم تشتري إخراجه قال بنصفه الآخر فبكى ابن السماك وقال اشرب هنأك الله وأفل لملك لا يساوي شربة ماء هل شكرت الله وحمدت الله على نعمة الماء على نعمة الماء على نعمة الماء الذي تشربه على نعمة الماء البارد لا تسألوني ومئذ عن النعيم ده نعم كتير جدا أعظم نعمة نعمة الإسلام أنك موحد لله أنك مسلم والله العظيم نعمة من أجل النعم ومن أشرف النعم ومن أعظم النعم ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصرت يا أحمد لنبي أنا لو ريودا أطل النفس في كل مقايسة المهم إجلس الآن وانظر إلى نعم الله عليه إلى نعمة الإسلام إلى نعمة العقل إلى نعمة الصحة إلى نعمة العافية إلى نعمة النطقي إلى نعمة البصر إلى نعمة السمع إلى نعمة الحركة الحركة الإت تمسك وتترك يا خبار والله من تواخد بالك من النعمة دي والله من تواخد بالك منها أن الأكل يوضع أمامك حضرتك تمدي إيدك كده من غير ما تصدر الأوامر للإيد والأصابع بحركة إنسيابية كده تمسك الطعام ثم ترفعه إلى الفم ثم ينفرج الفم ينفتح من غير ما تصدر أوامر وبعدين القواطع تقطع الطعام والأنياب تمزق والدروس تطحن واللسان يتحرك شمال ويمين واللعاب يسهل مسألة المضغ وبعدين لسان المزمار البوابة المنيعة دي تنفتح أو تفتح حين هنزل الطعام إلى المعدة وبعدين المعدة تقوم بدورها والأمعاء الدقيقة بدورها وبعدين يتحول هذا الغذاء إلى دم وبعدين يوصل للقلب والقلب يقوم بدوره وكل عطو في القلب الأذن والبطن يعني شغلانة كبيرة وحضرتك في غفلة لا تصدر أمرا واحدا إلى أي عضو من هذه الأعضاء هل أخطأت مرة في الظلام وأنت تأكل فوضع قدك الطعام في عينك ولم تضعه في فمك نعم كتير يا إخوانا نعم كتير نسأل الله نتم علينا وعليكم النعم تم تنظر بقى في المقابل للذنوب يا خابر بياض اللهم سلم سلم كان توبة بن الصمة من قد الناس محاسبة لنفسه فجلس يوما فعد سنوات عمره فوجدها قد بلغت الستين أو يزيد وعد الأيام فوجدها تزيد على واحد وعشرين ألف يوم فصرخ وقال يا ويلاه يا ويلاه ألقى ربي بواحد وعشرين ألف ذنب كيف وفي كل يوم عشرات المعاصي والذنوب عد الذنوب بقى عد المعاصي وخل بلك وعتنسى الذنوب الباطنة أنت حضرتك متذكر الذنوب الظاهرة المعاصي الظاهرة لكن فيه الذنوب باطنة فيه الخوف من غير الله فيه التوكل على غير الله فيه الرجاء في غير الله فيه الثقة في غير الله فيه الحب لغير الله في مسائل خطيرة جدا من أعمال القلوب معاصي خطيرة أن تقل من ينتبه إلى معاصي الباطن إذن أيها الحبيب أول مقايسة اجلس الليلة وقايس بين نعم الله عليك التي لا زالت تتوالى عليك وبين ذنوبك ومعاصيك هذه النظرة ستورثك الذل والانكسار بين هذه الليلة تبارك وتعالى وستدفعك الليلة دفعا لتجديد التوبة والأوبة والعودة إليه سبحانه وتعالى طب المقايسة التانية هي المقايسة بين الحسنات والسيئات منت لما تنظر إلى نعم الله تبارك وتعالى عليه وإلى ذنوبك هذه المقايسة تدفعك حتما إلى مقايسة ثانية بين الحسنات والسيئات طب أنت حسناتك إيه وسيئاتك إيه وخلي بالك يزداد الأمر خطرا إذا علمت أنه قد تهلك بذنب والله العظيم بمعصية واحدة وقد تنجو بحسنة واحدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلتضع نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله 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 يبقى فيه حسنات وسيئات ما فيش دراهم ولا دننير ما فيش دولارات ولا ريالات ولا جنيها ولا جنيهات لا ده فيه حسنات وسيئات فقيس الآن بين حسناتك هل حسناتك تغلب السيئات أم أن السيئات تغلب الحسنات بكثير والبشير النذير يقول أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة الله أكبر وصيام وزكاه وحج ولكن وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار هو ده المفلس هو ده المفلس والله لو كان يمتلك مليارات الدولارات ده مفلس هذا مفلس ليه؟ لأن حسناته ستضيع وسأحمل سيئات غيره سيتحمل سيئات غيره وعند الله تجتمع الخصوم ولا يضيع حق أبداً عند الله الحق عجل سبحانه وتعالى والله لا تضيع عنده الحقوق فما شئت وفعل ما شئت وعم يقيناً بعد قولك وفعلك أنك موقوف بين هدي الملحق للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير ورب الكعبة ورب الكعبة لأن تزول قدماك بين يدي ربك ومولاه إلا بعد محاسبة دقيقة وبعد سؤال عن كل قول تلفظت به وعن كل فعل فعلته وعن كل نية وإنمة وإرادة عقدتها وعزمت عليها لا تتصور أن الدنيا سوق سانفت ربح فيه من ربح واخترى فيه من خسر بلا وقوف بين هدي الله جل وعلا والمساءلة والمحاسة لا ورب الكعبة لا ورب الكعبة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبة تذكروا قلوف يوم العرض عرياناً مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانة والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العطاة ورب العرش غضبانة اقرأ كتابك يا عبد على مهن فهل ترى فيه حرف غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانة ناد الجليل اذوه يا ملائكتي وانضوا بعبد عصى للنار عرفانة اللهم اجعلني وإياكم من أهل الإيمان ونجنا يا ربي من فضيحة الآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه نعم أيها الحبيب اللبيب يبقى المقايسة التانية مقايسة بين الحسنات والسيئات طيب أنا ما قدرش على دي قامه مش أي حد يقدر على دي فعلا ده المقايسة بين الحسنات والسيئات لا شروط 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 إيه خلي بالك ده كلام عالي جدا وغالي قال شيخ ابن القيم المقايسة بين الحسنات والسيئات لابد لها من شروط ألا وهي التمييز بين النعمة والفتنة ونور الحكمة نور الحكمة والتمييز بين النعمة والفتنة وسوء الظن بالنفس واتهامها لا 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 تاني يا مولانا تاني بالراحة كذا تاني بتقول إيه بقول لحضرتك قال شيخ ابن القيم لله دره المقايسة بين الحسنات والسيئات لابد لها من شروط أولها نور الحكمة يعني نور الحكمة قال نور العلم الذي يستطيع الإنسان أن يميز به بين الحلال والحرام بين الخير والشر بين الحق والباطل بين الهدى والضلال لو حضرتك ما عندكش القدرة على هذا من نفسك يبقى يجب عليك أن تتابع العلماء الربنيين والدعاة الصادقين وأن تمنح لنفسك من الوقت ومن الجهد ما يعينك ويؤهلك لتتعلم عن الله ورسوله باختصار شديد يبقى نور الحكمة نور العلم الذي يعلمك الحلال والحرام وتميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال إن لم تستطع أن تتعلم أنت فاسمع للعلماء الربنيين والدعاة الصادقين وما أكثر العلماء وما أكثر الدعاء من أهل الحق في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وأن بل ولا تخل الأمة في أي زمان وفي أي مكان من قائم لله بحجة يبلغ عن الله ويبلغ عن رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طيب اتنين الشرط الأول نور الحكمة الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة عشان توازن من الحسنة والسيئات طيب كيف أميز بين النعمة والفتنة كل ما أنت فيه من نعم من نعمة المال من نعمة الإسلام من نعمة الصحة من نعمة الزوجة من نعمة الولد من نعمة البيان من نعمة الكلام من نعمة الشم من نعمة النظر من نعمة السمع من نعمة التبول من نعمة الخروج والدخول والقيام والجلوس نعم يا إخواني ميز بين هذه النعم إذا كانت نعم ولا فتن أميز إزاي أعرف إذا كانت نعم علامة رضا من الله ولا علامة فتنة من الله إزاي اه خلي بالك من اللي حقوله ده اذا كانت النعم بين اديك وما اكثرها تقربك من الله جل وعلا كل يوم فهي النعمة التي تستوجب الشكر منك واذا كانت النعم بين اديك تورثك الكبر والاعراض وتوقعك في المعاصي واللهوي فاعلم بانها الفتن في ثوب النعم واعلم بانها المحن في ثوب المنح يا الله ده كلام في غاية الخطورة ورب الكعبة ما يقول لك الحمد لله لولا ربنا رضي عليها ما كان شداني لا مش كده مش كده والله فلقد اعطى قارونا وقد خسف به الارض ازاي تعرف ان العطاء ده دليل رضا والعطاء دليل صخط وغضب كيف كيف اميز بين النعمة والفتنة اذا كان العطاء بين اديك يقربك الى الله فهو نعمة واذا كان العطاء بين اديك يبعدك عن الله فهو فتنة وهو محنة في ثوب المنحة هتوقف اللذي مع نفسك وقف طويلة وقف طويلة مع كل نعمة مع كل نعمة ومش هفصل ساترك لحضراتكم التفصيل والجزئيات ثم الشرط الثالث سوء الظن بالنفس واتهام النفس المؤمن يتهم نفسه دوما لا يرى نفسه ابدا والله لا يرى نفسه الا غبي جاهل والله لا يزكي نفسه الا ظالم جاهل فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فمن شروط المقايسة بين الحسنات والسيئات ان تسيء الظن بنفسك وان تتهم نفسك من انت ومن انا لا شيء لا شيء انت على علم من علمك انت على كرسي ومنصب من نصبك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الى اخر الآية انت على عبادة وطاعة من وفقك انت لا شيء وانا لا شيء فاتهم نفسك ويجب علي ان اسيء الظن انا بنفسي شرط من شروط الموازنة والمقايسة بين الحسنات والسيئات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق وحبيب الحق لما مات عثمان بن مضعون والحديث روال بخاري وانا وكرر هذا الحديث كثيرا جدا لانه يخلع القلوب والله لما مات عثمان بن مضعون وعثمان بن مضعون كما ذكرت هو اول من لقب بالسلف الصالح وعثمان بن مضعون هو اول صحابي ندفن بالبقيع وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا عثمان بن مضعون كما في رواة احمد بسند حسنه العلامة احمد شاكر وان كان الشيخ الالبني قد ضعف اسنادها لكن العلامة احمد شاكر قد حسن اسناد هذه الرواية لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي وبكى بكى رسول الله وسال الدموع رسول الله على خدي عثمان بن مضعون رضي الله عنه يا له من شرف ومع ذلك لما مات قالت امرأة من الانصار يقال لها ام العلاء رحمة الله عليك ابا السائب تقصد عثمان بن مضعون شهادتي عليك ان الله اكرمك فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك ان الله اكرم قالت سبحان الله فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله يا رسول الله ان لم يكرم الله عثمان بن مضعون فقال بابي وامي وقلبي وروحي امه فقد جاءه اليقين واني والله لارجو له الخير ثم قال حبيبنا والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم الله يا الله يا الله يا الله والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم معقول النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم آه هذا من باب طواضعه الشديد واتهامه لنفسه وهو من هو صاحب أطهر وأزكى وأنقى نفس عرفتها الدنيا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم عمر عمر فاروق الذي هابه الشيطان وإذا راه سالكا طريقا تركه له وسلك طريقا آخر لما نام على فرش الموت بعدما طعنه العلج الوقح أبو لؤلؤة المجوسي ونقل الأسد إلى عرينه ودماؤه تنزف وقلبه معلق بربه سبحانه وتعالى ومع ذلك يدخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما فيثني عليه أبشر ببشر الله لك يا أمير المؤمنين فلقد صاحبت رسول الله فأحسنت صحبته ثم توفي رسول الله وهو عنك راب وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم توفي أبو بكر وهو عنك راب ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم ثم وليت فحكمت فعدلت ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم ثم شهاده والله إنهم عنك لراضون فنظر إليه عمر وقال إن المغرور من غررتموه يا الله إن المغرور من غررتموه والله والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لفتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لفتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه ثم بكى عمر وقال وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي عمر عمر وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي معاذ بن جبل حبيب الحبيب حبيب الحبيب وحبيب حبيبي حبيبي معاذ بن جبل الذي قال له النبي ومعاذ والله إني لو حبك لما نام على فراش الموت بعدما بتلي بطاعون الشام في ليلة الموت كل شوية يقول للصحابة اللي حواليه انظروا هل أصبح الصباح فانظروا أحدهم يقول لا لا لسا اللي لم ينقضي فيبكي معاذ ثم يقول انظروا هل أصبح الصباح فيقول لا بعد ماذا تريد يا معاذ عاوز إيه من الصباح فبكى معاذ بن جبل وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار معاذ بن جبل خيف من النار معاذ بن جبل خيف من النار أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أنني ما أردت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولكن لظمئ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وخرجت روحه على التوحيد والإيمان معاذ سفيان الثوري يدخل عليه حمار بن سلمة وسفيان إمام الزهد والورع والعلم والتقى والخوف يدخل عليه حمار بن سلمة فيرى سفيان الثوري يبكي مكاء شديدا وهو على فراش الموت فيقول له حمار بن سلمة أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت تخافه وترجوه فيقول له سفيان أسألك بالله يا حمار أسألك بالله أتظن أن مثلي ينجو من النار أتظن أن مثلي ينجو من النار إن الله وإن إليه راجعون الشافعي إمامنا إمام الدنيا لما نام على فراش الموت يدخل عليه تلميذ المزني ويقول أبشر يا أبا عبد الله أبشر كيف أصبحت فيقول الشافعي أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقة ولعملي ملاقية ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها إيه اللي إحنا بنقوله إحنا النعاردة بقولك إحنا هندخل الجنة حدف إذا ما دخلناش إحنا الجنة من اللي يدخل الجنة اتهم نفسك يا أخي سوء الظن بالنفس مش التزكية للنفس مش أنا عالم أنا عابد أنا 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 أنت لا شيء وأنا في الطين والله في الطين وفي الوحل والتراب ولولا ستر الله وفضله ما عبدنا والله ولا اتقيناه والله ولا خشيناه فاجلس اتهم نفسك وحاسبها الليلة يا نفس يا نفس ما لي بضاعة إلا العمر فإن ضاع العمر ضاع رأس المال ضاع رأس المال كل يوم ينقل يقل رأس مالك كل يوم يمضي من عمرك ينقص رأس مالك يا حبيبي في الله يا ولد الغالي كل يوم يمر ينقص رأس المال بقدر الساعات التي تمضي قال لقمان الحكيم لولده أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها يا حبيبي كل يوم يمر يقربنا إلى الله يوما ويبعدنا عن الدنيا يوما والله نحن في غفلة الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل وبعدها سيقف الجميع بين هذي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل فيا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهب يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل يا نفس ويحك يا نفس إلى متى تذنبين وعلى الله تتمردين يا نفس ويحك يا نفس إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت على المعصية فما أعظم كفرك بالله إن كنت تعتقدين أنه جل وعلا لا يراك وأنت في المعصية فما أعظم كفرك بالله وإن كنت تعلمين يقينا أنه يراك وأنت على المعصية فما أقل حياءك من الله جعلت الله يا نفس أهون الناظرين إليك يا أخي تخشى من ولدك وتخشى من ابنتك وتخشى من زوجتك وتخشى من رئيسك في العمل وتخشى من الناس وجعلت الله أهون الناظرين إليك الله يسمعك ويراك في خلوتك وفي مكتبك الله يسمعك الله يراك الله يسمعك الله يراك الله مطلع عليك وأنت جعلت أهوان الناظرين جعلت الله أهوان الناظرين إليك يا نفس إن القبر بيتك يا نفس إن القبر بيتك يا نفس إن التراب فراشك يا نفس إن الدود أنيسك يا نفس ستنتقلين من القصور إلى القبور ستنتقلين من القصور إلى القبور ومن اللحود ومن هذه الفرش الوثيرة إلى اللحود وإلى التراب وإلى القبور ألا تنظرين إلى أهل القبور ألا تنظرين إلى الملوك إلى الأمراء إلى الرؤساء إلى الحكام إلى الشاهن شاه ألا تنظرين إلى كل هؤلاء أين هم رحلوا رحلوا أو تظنين أنك من المخلدين هيهات هيهات ساء ما تتوهمين ساء ما تتوهمين أيا عبدك مراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقية ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي حاسب نفسك الآن قبل أن تحاسب بين يدي الملك الحق المبين جل جلاله روى البخاري ومسلم وأختم بهذه الرواية من حديث أم الممنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب من نوقش الحساب يوم القيامة عذب قالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك الحساب يا عائشة إنما ذلك العرض فمن نوقش الحساب عذب ما معنى العرض؟ معنى العرض أن يعرض الله على العبد كتابه صحيفته ليقرأ بنفسه أقواله وأفعاله وأحواله هذا هو العرض إنما ليناقش الحساب يعذب قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتق النار ولو بشق تمره امتثل أمر الله اجتنب نهي الله قف عند حدوده إن زلت قدمك فجدد التوبة والأوبة استعم بالله على أن يرزق نفسك التقى حقق التقوى كما سأبين إن شاء الله تعالى في آخر كلمة من كلمات هذا الشهر الكريم المبارك ثم اصحب الصالحين أصحاب النفوس الزكية التقية فهم خير عون لك على تقوى النفس وتزكيتها أسأل الله جل وعلا أن يرزق نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اقسم لنا في هذه الليلة الكريمة من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا سترنا الله وإياكم وتقبل الله منا ومنكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المكارم للجوامع ترجع والفضل ينسب للرسول